ما سيدنا عمر قال لك كان داهية من دواهي العرب سيدنا عمر بن العاص داهية أنت عارف داهية ولا شديد الذكاء مفرط الذكاء أضبان الله عليه سيدنا عمر بن العاص أنت قلته عليه وما قلتهوش عليه سيدنا عمر بن العاص التقى يوم الأيام هو مسيلم الكذاب هو وش يكون مسيلم الكذاب المسيلم الكذاب الدعاء النبو ومسيلم الكذاب وعمر العاص كان شريكين في بيع الخيل من الحجاز إلى مصر ويعرفوا بعضهم كويس فهمت عليه يعرفوا بعضهم مليح فيوم الأيام تجسر مسيلم الكذاب على سيدنا عامر بالعاص قالوا يا عمر قالوا شبيك قالوا أما أنا لك أن تؤمن أني نبي ما زلتم يبس رأسك أما آمن لك أن تؤمن أني نبي إيش قالوا سيدنا عامر لا قالوا هاتي اللي آية ولا هاتي اللي حديث ولا جيب اللي معجزة لا ما قالواش هالكلام كل هذا شوف كل واحد عنده لغة يحكي بيها عنده لغة يحكي بيها فسيدنا عامر عنده لغة يفهمها عليه مسيلم الكذاب هو هذه لو جيته أنا مش حبيش نقنعه أما هو سيدنا عامر العاص عرف يقنعه أنت عارف واحد مجنون أخذ طفل الصغير وطلع به المئذنة للجامع تعاملولي وتعاملولي 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 وقال لي باش نلقي الولد ننفوق المئذنة جابوا له واحد مجنون زي قال لهم أنا نكلمه أنا باش نقنعه ونخليه ينزل تقنع ونخليه ينزل أنت قال له أي وانا باش نقنعه كذاش؟ قال برش يجبوني منشار كبير جبوا لي أكبر منشار جابوا له منشار طويل فهمت عليا؟ منشار طويل وقال له تنزل ولا ننشر المئذنة قالوا لا بنزل قالوا طيب خلاص فهمت عليا؟ فسيدنا عمر بن العاص عرف يخاطب مسيلم الكذاب هذا في بلاد الشام شو بيسوه؟ يسموه بلاد الشام زجرت شمعناها زجرت؟ يعني واحد فطوة يمشي دائما يكون مع الشيخ بش في ناس متعرفش تفهم إلا باللغة اللي يعرفها زجرت فهمت عليا؟ لازم الشيخ يكون معاه واحد زجرت بكل لغة العاصة اليوم جرد بس الجرد كل ما يضربش أما الزجرت بلسانه يعرف يجاوب يعني على طول يعرف يجاوب فهمت عليا؟ فسيدنا عمر بن العاصة رضي الله عنه تعرفش قال له قال له يا مسيلمة أنت تعلم أني أعلم أنك كذب يا مسيلمة أنت تعلم أني أعلم أنك كذاب ليش تسأل فيه تحرش في روحك وتحرشني وتحرش نفسك ما أنا أعرفك يعني على مبدأ مش علينا يا مسيلمة حارتنا ديئة ونعرف ونعرف بعضنا عمر بن العاص من جميل ما قرأت لسيدنا عمر بن العاص في فتوحات الشام من جميل ما قرأت لسيدنا عمر بن العاص في ذكائه ودهائه وهذا بشيء خذبنا يعطي يعلمنا حاجة أن المسلم لا ما يتدين مش معنى هذلك السيردرويش لا المسلم متدين ذكي المسلم متدين فطن المسلم متدين يقض المتدين ابن عصره ابن المتدين يعيش وقته ليس معنى ذلك المتدين الذي يمشي متأطئ الرأس لا أبدا سيدنا عمر معا ضرب أحدهم بالدرة وقال يا هذا ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا لا تمت علينا ديننا من جميل ما قرأت عن سيدنا عمر بن العاص ودوان الله عن أصحاب رسول الله جميعا لما كان في فتوح الشام أرسل وكان قائدا من القادة أرسل عيونه إلى قائد إلى ملك الروم أرسل متكلما باسمه وعيون أو إلى ملك الروم كل مرة يرسل العيون ليأتوه بأخبار الروم فلم يشفوا غليله مجابولوش حاجة مهمة يدخل بها إلى البلاد فقال والله لأذهبن بنفسه فذهب بنفسه ودخل على ملك الروم وتكلم معه فأعجب به ملك الروم غاية الأعجاب وقال هذا والله لا يكون إلا عمر أو أحد كبار رجال عمر شوفت لاخر حتى لاخر مش سهل يعني قال والله لو قتلت هذا الرجل لأكون قد أذخنت في المسلمين نعم جرحا عميقة وأرسل إلى البواب إذا مر بك العربي فاقتله إذا مر بك العربي إيش فاقتله باب القصر قصر كبير سيدنا عمر وهو في الطريق التقى برجل يعرفه في الجاهلية ويعرف العربية فقال له يا عمر أحسنت الدخولة فأحسن الخروج أحسنت إيش الدخولة فأحسن الخروج ضربت في رصف سيدنا عمر ضربت إيش في رصف على طول فهمها على الطائرة رجع رجع إلى الملك وقال أيها الملك حدثت حدثت معك وأنا واحد في المسلمين فكرت أن أذهب وآتيك بعشرة فلأن يكون حديثك مع أحد عشرة خير من أن يكون حديثك مع واحد فطمع الملك وقال أيضا لا أن أقتل أحد عشرة خير من أن أقتل واحدة حتى هذه باهية فهمت علي حتى حط في دماغه فقال إذا مر بك الأعرابي فأذن له خليه عدي فلما خرج سيدنا عمر قال والله لا عدته والله ما نراجع مرة أخرى طبعا مش حيرجع مرة أخرى اشتركوا في القناة